السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم القناة السوبروان التعليمية اليوم لدينا نصفهم المنطوق الغواصة الاستكشافية على الصفحة 111 من كتاب اللغة العربية لسنة الرابعة ابتدائي سأترك لكم هذا النموذج جاهز اتباعه في صندوق الوصفة على الشكل pdf إذن نقرأ هذا النص الغواصة الاستكشافية ينظم النادي العلمي للمدرسة معرضا عن اهم الاكتشافات العلمية والتكنولوجية التي حققها الانسان في هذا القرن سمير تستهويه كل المواضيع والبحوث العلمية وهو عضو متميز في هذه المجموعة لذلك فهو محتار كلما استهواه موضوع يجد ان تلميذ اخر قد تناوله فكر كثيرا لكنه لم يجد الموضوع المناسب دخل سمير الى الحمام وهو غارق في افكاره واذا باخيه الصغير يلعب بقارورة بلاستيك فارغة حاول ان يجعلها تغوس في المغتص لكنها سرعان ما كانت تطفو من جديد ومن فتح غطاؤها حتى امتلأت بالماء وغاصت قبل سمير اخاه بحرارة وتركه مذهولا وخرج سعيدا وخرج سعيدا فلقد وجد الفكرة التي سيشارك بها وانت هل وجدتها هذا ما كتبه سمير في عرضه لقد وصل ارمسترونغ الى القمر عام 1969 ولم يصل الانسان الى اعمق نقطة من عمق المحيط الا عام 2012 بفضل الغواصة ديبسي فكانت اول مرة يهبط فيها الانسان الى هذا العمق السحيق ارفق سمير عرضه بصور للغواصة ديبسي وقدم ملخصا يشرح فيه فكرة عمل الغواصة اذا هذا هو نصل الى اليوم لان مع الاسئلة قال استمعوا واجيب ما هي هواية سمير والى اي ناد ينتمي قلنا سامير تستهويه ماذا تستهويه كل المواضيع والبحوث العملية اذا نقول هواية سمير وهي المواضيع والبحوث العلمية والى اي ناد ينتمي في بداية النسق ينظم النادي العلمي للمدرسة اذا سمير هو عضو متميز في النادي العلمي للمدرسة ثم لماذا احتار سمير لان كل المواضيع لم تعجبه ام لان كل المواضيع التي فكر فيها تناولها التلاميذ الاخرون ام لانه لا يريد المشاركة في المعرض احتار سمير لأن كل المواضيع التي فكر فيها تناولها التلاميذ الآخر ثم قال اختر عنوانا مناسبا للنص العنوان المناسب للنص وهو الغواصة أو نقول الغواصة الاستكشافية أو نقول الغواصة ديبسي لماذا قبل سمير أخاه قبل سمير أخاه لأنه ساعده على إيجاد فكرة لموضوع يكتبه ما هي الفكرة التي استوحاها من لعبه الفكرة التي استوحاها من لعب أخاه وهي فكرة الغواصة لأن أخاه السغير كان يلعب بقارورة بلاستيكية ويحاول أن يجعلها تغوص في الماء لذلك فكر سمير في فكرة الغواصة حول ماذا أنجز سمير البطاقة الفنية؟ أنجز سمير البطاقة الفنية حول الغواصة ديبسي التي بلغ بها الإنسان إلى عمق سحيق في المحيط ما رأيك في اختياره؟ كان اختياره اختياراً رائعاً لأن الغواصة اكتشاف رائع ومذهل ثم ماذا كتب سمير في العرض الذي قدمه؟ كتب سمير في عرضه عن أول شخص يصعد إلى القمر وعن العمق الذي بلغه الإنسان بواسطة الغواصة في هذا العصر الحديث إذن إلى هنا يكون خلاص معنا الفيديو تعلينها اليوم أترك في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة